بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسالين نبينا ومحمدين وعلى آله وصحبه جمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ويوم رحبا فيكم في مادة التربية البدنية والدفاع النفس للصف الخامس الابتدائي اليوم بإذن الله سنأخذ إثراء في مادتنا إن شاء الله سنراجع بعض الدروس في وحدة كرة الطائرة ووحدة الصحة والياقة بإذن الله الآن نذهب مع بعض المواضيع التي أخذناها في سبيع الماضية خذنا نحن في وحدة الصحة والياقة البدنية بعض عناصر اللياقة البدنية مرتبطة بالصحة وطرق قياسها وتنميتها وأيضا بعض عناصر اللياقة البدنية مرتبطة بالأداء وطرق قياسها وتنميتها وأخيرا التغير في معدل التنفس أثناء المجهود البدني والتفسير المبسط له وخذنا أيضا ثانيا وحدة كرة الطائرة وخذنا بعض المهارات فيها وخذنا مهارة تمرير الكرة بالأصابع الأمام الأعلى وأيضا مهارة تمرير الكرة من أسفل بالساعدين للأمام الأعلى وأيضا مهارة الرسال الجانبي من الأسفل وأخيرا بعض القوانين الحديثة التي تحكم المنافسة في كرة الطائرة نبي الآن الجميع يكون جاهز لأداء التمارين الرياضية وهي الجسم أيضا عشان إذن الله كامل الدرس أول شيء يكون لبس الزي الرياضي وأيضا هيئ المكان لحوله بعد جميع الأدوات لأن نأخذ الأريحية الكاملة أثناء أداء التمارين وأيضا ننسى شرب الممارسة الماء قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط البدني نبدأ مع بعض كلنا يكون غوف جسم مستقيم والنظر يكون إلى الأمام جاهزين مع بعض تمرين يبدأ بشكل بسيط واحد اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة أربعة أبطال استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة سبعة ممتازين ثمانية تسعة أخير تسعة أخير عشرة قف تمرين الثاني خطوة اليمين مع التصفيق عاليا وشو الوقوف خطوة اليمين وتصفيق عاليا والعودة إلى المكان ثم الجهة الأخرى ثم العودة إلى المكان مرة أخرى جزيم مع بعض تمرين ابتدي يمين ممتازين جمعة ثانية ثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة ممتازين عشرة استمر واحد ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين اللي بعده ذراع تكون للأمام الأعلى بشكل بسيط ثم يرجع القدم للخلف ثم إلى الأمام ثم العودة مرة ثانية الوضع البداية جزيم مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ممتازين ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة أبطال عشرة استمر واحد ثلاثة أربعة أبطال خمسة خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشرة قف الآن ستمرين لكن بالجهة بالجهة الأخرى جاهزين مع بعض تمرين ابتدي قدم الخلف واحد اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة أبطال عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين الأخير وقوف ذراعين في الوسط ثم النزول الأسفل ثم رجوع وضع البداية النزول ثم العودة يوضع البداية جزين مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة أبطال عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة ممتازين ثلاثة ممتازين أربعة خمسة ستة ممتازين سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف ريح ريح ما بعض في المكان اخذ شهيق الزفير متازين مرة ثانية أخير متازين نعطيكم عافية ننتقل الآن إلى موضوعنا اليوم بإذن الله خذنا في الحصص الماضية إدراك التغير في معدل التنفس أثناء المجهود البدني والتفسير المبسط له إذا بدأنا نفعل المجهود البدني يتغير عندنا التنفس أول شي يتكون التنفس من عمليتين عملية الشهيق وعملية الزفير أول شي يتم في الشهيق استنشاق الهواء من الخارج من خلال الأنف ليصل إلى الرئتين لو لاحظنا الآن مع بعض يكون الهواء الخارج إلى الجسم عن طريق الأنف ثم إلى داخل الجسم للرئتين وكامل الجسم هذا تسمى عملية الشهيق وأيضا يتم في عملية الزفير ضرد الهواء من الرئتين للخارج نقل الآن الهواء يكون في داخل الجسم بعدها يتم مخراجة إلى الخارج عن طريق الفم ويسمى عملية الزفير عندنا عميثين عميثين عملية نأكدناها في كل الدرس تقريبا نقول عملية الشهيق الزفير خدنا قبل شوي نأخذ الشهيق عن طريق الأنف الزفير عن طريق الفم الآن خدنا الهواء أو الكسجين اللي داخل أو الهواء داخل الجسم يروح للرئتين بعدين كامل أجزاء الجسم وبعدها يرجع الرئتين أمر ثانية ثم نطلع خارج الجسم هذا بشكل بسيط عملية التنفس طي أيضا ويلاحظ أنه كلما زاد الجهد البدني والنشاط البدني الذي نقوم به زادت سرعة التنفس لضمان الاستمرار في الأداء البدني وأيضا وهي افتجابة طبعا طبيعية من أجلسة الجسم لمقابلة احتياجه من الهواء الذي يعتبر عنصرا أساسيا للقيام بالمجهود البدني والاستمرار فيه نحن قلنا الآن بدين نلعب ونتحرك شو صير فينا عندنا معدل القلب يزود وأيضا ويرتفع وأيضا عندنا التنفس يكون مرة تنفس سريعة ليش عشان سبحان الله داخل الجسم العضلات عندنا والخلايا تحتاج ليش إلى أكسجين أكبر عكس نحتاج لكمية كسجين تكون بسيطة لكن بدين نتحرك بدين نلعب جسمنا يطلب أكسجين أكثر فيرسل إلى الرئتين أن نترى نبي هوا أكثر أو أكسجين أكثر فنتنفس بسرعة أكبر فنأخذ الهواء بعدين نصفي الجسم يأخذ أكسجين وبعدين يوزع العضلات عشان نقدر نتحرك وبعدين ينتقل ريتامر ثاني ونطل لتثاني أكسيد الكربون خارج الجسم عشان كذا بدين نتحرك فمعدد تنفس إذا زاد فيعتبر موضع طبيعي ويعتبر استجابة للجسم طيب أيضا أخذنا في وحدة كرة الطائرة في مادتنا تمرير الكرة بالأصابع والمهارة الأولى في وحدة كرة الطائرة بالأصابع الأمام والأعلى وقلنا كيف نقدر نأديها بطريقة صحيحة رقم واحد عندنا وقوف فتحا باتساع الحوض مع ثاني الركبتين قليلا ومين الجذع الأمام قليلا من نظر يتجاه الكرة أيضا رقم اثنين يتم وضع اليدين متجاورتين أمام الجبهة مع فرد الأصابع وتباعده ما حيث يكون الإبهامين والسبابتين ممتدتان ويكون بشكل مثلث مقارتين بشكل مناسب وتكون الذراعين مثنية هذا بشكل بسيط كيف حركة الذراعين البهمين لحظة الآن يكون فيه شكل تقريبا مثلث يكون أمام الجسم أمام الجبهة تقريبا عشان استقبال الكرة أو تمرير الكرة وأيضا رقم ثلاثة وهي الحركة الأساسية التي أدى المهار يتم في هذه الخطوة لمس الكرة بالأطراف الأصابع المساعدة دائما يكون بالأصابع وليس براحة اليد مع دفع الأمام وهي خطوة التمرير الفعلية أربعة يتم في هذه الخطوة متابعة حركة التمرير بمدرك بتين للأعلى ومد الذراعين للأمام لهذا الآن يوضح أن تقريبا المهار يكون بالأصابع لأمام وإلى الأعلى ولحظنا الآن كيف النزول ثم مد أجزاء الجسم إلى الأمام وإلى الأعلى لو طبقناها الآن مع بعض بشكل جدا بسيط نريد أن الجميع يكون واقف نأديها بدون كرة الجميع الآن يكون واقف لا نتخيل الكرة أمامنا يكون استعداد يكون قدمين بتسع الحوض ثاني بسيط في الركبتين ما يكون جسم مستقيم لا ثاني بسيط عشان نقدر نستقبل الكرة بشكل صحيح الذراعون تكون أمام الجبهة بهذا الشكل شكلنا تقريبا بشكل مثلث الأصابع يكون فيها تباعد ما يكون الأصابع تكون متجاورة تكون متباعدة عشان استقبال الكرة دائما نستقبل ها بالكرة وليس راحة اليد خطن يكون بالأصابع مرة ثانية ثاني البسيط في الركبتين بعدين تكون ذراعين الأمام أمام الجبهة شكل مثلث تقريبا بعدين استقبال الكرة ثم إلى الأمام ويكون إلى الأعلى الأمام وإلى الأعلى مرة ثانية نطبقها لاحظة الآن مرة ثالث أخيرة نرجع ثم تمرير الكرة ممكن كرة تكون بعيدة ناخذ خطوة الأمام ونأدي المهار ممكن تكون بعيدة فنرجع ورا أو تكون إلى اليمين أو حتى إلى اليسار ممتاز أيضا من المهارات في وحدة كرة الطائرة تمرير الكرة من الأسفل بالساعدين الأمام والأعلى وكيف طريقة الأداء المهارة بشكل صحيح عندنا رقم واحد وقوف باتساع الصدر مع ثاني ركبتين قليلا ومين الجذع الأمام قليلا اللحظنا الآن يكون في تباعد من القدمين في ثاني بسيط في الركبتين وأيضا يكون في بسيط ثاني بسيط في الظهر بشكل بسيط رقم الثنين توزيع الثقل الجسم على القدمين بالنقطة جدا مهمة يكون على القدمين بالتساوي الذراعين ومددين للأمام وإلى الأسفل اللحظنا الآن الذراعين للأمام والأسف وليس إلى الأمام وأيضا في هذه خطوتين تعتبر مرحلة التهيئة أي تكون في حالة الاستعداد للتمرير عندنا رقم ثلاثة وضع اليدين تتلاصق اليدين جنبا إلى جنب ويتجهان إلى الأعلى مع امتداد سلمية الأصابع وتدخل ما ويبهمين في الأعلى أربعة عند ملامسة الكرة للساعدين يتم مد الجسم الأعلى حتى يصل إلى حالة الوقوف في انتناقنا بسيط يمد بشكل مستقيم حتى نصل إلى حالة الوقوف الكامل وهذه الخطوة هي مرحلة المتابعة اللي هي مد أجزاء الجسم الآن تدريبا المهارة نرى النزول كيف ثم إلى الأعلى مرة أخيرة نرى مع بعض ممتازين ما يكون فيها انذناء يكون سقيمة كاملة ثم عندها ملامسة الكرة الجزء الداخلي يتم مد أجزاء الجسم كاملة نرى 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 الأسفل ثم يمد إلى الأمام وإلى الأعلى مرة أخيرة مع بعض واحد اثنين ثلاث ممتازين ممتازين هذا بشكل بسيط كيف طريقة أداء المهارة التي تمرير الكرة للأمام والأعلى بالسعيدين الآن ننتقل مع بعض إلى بعض القوانين التي تحكم المنافسة في لعبة كرة الطائرة من هذه القوانين ما يلي عند رقم واحد قانون حالات اللعب وأيضا قانون ضربات الفريق وأيضا قانون حالات اللعب أول شيء سنتكلم بإذن الله عن قانون حالات اللعب يتضمن قوانين تحكم حالات اللعب أو تحكم حالات اللعب إذا كانت كرة داخل الملعب أم خارجه ومنها ما يلي واحد تعتبر الكرة في اللعب لحظة ضرب الإرسال المصرح به بوسط الحكم الأول إذا لعبها المرسل تعتبر كرة داخل الملعب والكرة تعتبر في اللعب وأيضا كذلك تعتبر كرة داخل الملعب عندما تلامس أو تلمس الأرض بما في ذلك الخطوط الحدودية للملعب يعني شلون؟ عندنا الآن هذا الملعب اللون البرتقال إذا لمسته الكرة في أي جزء تعتبر إيش؟ تعتبر داخل الملعب وأيضا إذا لمسته الخط الأبيض تعتبر أيضا من إيش؟ تعتبر من داخل الملعب لكن إذا لمست خارج هنا تعتبر خارج الملعب وأيضا عندنا الرقم الثنين بينما تعتبر الكرة خارج الملعب عندما إيش؟ واحد عنده لحظة الخطأ الذي يطلق عليه الصافرة بوسط أحد الحكمين إذا وقف الحكم إذا خطأ تعتبر الكرة خارج الملعب وأيضا عندما يكون جزء الكرة الذي يلامس الأرض خارج الخطوط الحدية بالكامل ما قلنا قبل شوي؟ إذا الكرة ضربت في هذه النقطة تقريبا خارج الخطوط كاملة تعتبر إيش؟ الكرة خارج الملعب وأيضا عندنا الخطوة اللي بعدها الخطوة الثالثة أو الخطوة الثالثة تلامس جسما خارج الملعب أو السقف أو شخصا خارج الملعب إذا لمسة الكرة خارج الملعب والسقف شخص خارج الملعب يعتبر الكرة خارج الملعب وأيضا تلمس العصتين الهوائتين أو الحبال أو القائمين أو شبكة نفسها خارج أشطة الحدودية أيضا ثانيا قانون ضربات الفريق يتم في تحديد عدد ضربات المسموح لكل فريق حيث يسمع الفريق بثلاث ضربات كحد أقصى لعادة الكرة إذا استخدم أكثر من ذلك يرتكب الفريق خطى وتشمل ضربات الفريق المتعمدة بسط اللاعب أو غير المتعمدة نحن نأكد في كرة الطائرة عندنا ثلاث لمسات كحد أقصى إذا المسناها أربع لمسات يصف الحكم يعتبر خطأ ويأخذ الفريق الثاني نقطة فالآن يحق لي يألمس لمسة واحدة أو لمستين أو ثلاث أيضا لكن نفس اللاعب ما يحق أن يألمس الكرة مرتين متتابعة ممكن يألمسها أعطيها الزميل وبعدين يرجح علي وبعدين أوده إلى الملعب الآخر وهذا يعتبر صحيحة ثلاث لمسات لكن أكثر من ثلاث لمسات تعتبر خاطئة وأيضا مثل ما قلنا قبل شوي لمسات المتعمدة وغير المتعمدة تعتسب من ضمن اللمسات ثالثا وخير قانون الاجتياز أسفل الشبكة وفيه يسمح باجتياز إلى داخل مجال الفريق الآخر تحت الشبكة بشرط بقاء جزء من القدم على الخط منتصفه وأيضا كما يحق اللاعبين الاجتياز إلى داخل المنطقة الحرة بمنافس بشرط أن لا يتدخلوا مع اللاعب المنافس طيب نأخذ الآن مراجعة سريعة لدرسنا اليوم عندنا السؤال الأول تكون عملية التنفس من عمليتين نبدأ نستذكر مع بعض نقلنا التنفس عندنا يتكون من عمليتين أساسية ممتازين رقم واحد قلنا الشهيق وأيضا عملية الزفير هذه تكون هي عملية التنفس طيب عندنا أيضا السؤال الثاني أي من الصورتين تمثل الشكل الصحيح لوضع الجسم من تمرير الكرة من الأسفل بالساعدين للأمام والأعلى بالجميع يركز هل هي صورة رقم واحد أم الصورة رقم اثنين ممتازين شوف كيف الظهر كيف القدمين كيف الذراعين ممتازين طبعا الصورة رقم اثنين احنا تكلمنا وقلنا عند أداء المهارة من الخطأ أن يكون النزول يكون كذا خطأ لازم فيه انثناء في الركبتين بشكل بسيط أيضا يكون هذا الشكل الصحيح لكن من الخطأ أن يكون بهذا الشكل عدم انثناء الركبة ممتازين أبطال سؤال الثالث تعتبر الكرة خارج الملعب عندما تلمس الارض بما في ذلك الخطوط الحدودية للملعب مرة ثانية في كرة الطائرة إذا لمست الكرة الخطوط الجانبية هل تعتبر خارج الملعب أم لا ممتازين أبطال تعتبر أي تعتبر من الأجوبة أو أسئلة الخاطئة والصحيح تعتبر الكرة داخل الملعب مثل ما قلنا حنا في ملعب في كرة الطائرة عندنا الملعب يكون على الخطوط الحدودية أو الخطوط الكامل للملعب إذا الكرة لمست الخط أو جزء منه تعتبر داخل الملعب لكن إذا الكرة كامل لمست خارج الخط أو خارج الملعب تعتبر خارج الملعب لكن إذا لمست الخط تعتبر داخل الملعب كذا حبايب يصير انتهينه من ثراء واحد في مادتنا من التربية البدنية وإن شاء الله راح نكون معكم في ثراء رقم الثنين استكمال راجع بعض الوحدات في مادتنا مادة التربية بدنية والدفاع عن نفس إن شاء الله استفدتم إن شاء الله استمتعتم معنا في الإثراء يعطيكم العافية لحسن نصاتكم واستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته